بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخوانا المهتمين بشؤون زراعة الطماطم اهلا وسهلا بحضراتكم بنتكلم عن الفترة الضوئية وشدة الاضاءة وتأثرها على نبات الطماطم الفترة الضوئية جماعة وشدة الاضاءة دي بتأثر على النباتات لان النباتات بيحصل لها عملية البناء الضوئي والعملات الحيوية كلها بتحصل نتيجة ان فيه ضوء طيب لو ما فيش ضوء ما فيش اي لون اخضر في الطبيعة اطلاقا ده عشان تبقى عارف طيب فترة الضوئية بتأثر على الطماطم الفترة الضوئية ما بتأثرش على الطماطم من حيث التزهير واسع دماغك معايا من حيث التزهير هي ما لهاش علاقة خالص هتظهر الطماطم يعني هتظهر سواء الفترة الضوئية طالت او بقت قصيرة دي ما تقصناش في حاجة خالص لان العلماء لما بقسموا النبات يا جماعة بقسموه لثلاث اقسام بالنسبة لتأثره بالفترة الضوئية فبقولوا فيه نباتات النهار الطويل وفيه نباتات النهار القصير تمام وفيه نباتات محيدة يعني فيه نباتات النهار الطويل اللي هي بتزهر لما يبدأ النهار يطول وفيه نباتات النهار القصير اللي هي بتزهر لما يبدأ النبات يبدأ الفترة الضوئية تقل تمام وفيه نباتات محيدة لا لهاش علاقة لا بطول الفترة الضوئية ولا بقصر الفترة الضوئية بالنسبة للتزهير بتاعها ومعلى رأسهم الطماطم دي يا جماعة دي بسموها الدينيوترة أو المحايدة الدينيوترة أو اللي هي المحايدة يعني اللي ملهاش أي علاقة سواء فترة الضوء بقت قليلة أو قصيرة ما عندناش مشكلة فيه طيب ما بيتأثرش الطماطم في التزهير بس طيب إلا أن الفترة الضوئية دي يا جماعة بتتأثر تأثير كبير على النمو الخضري وخصوصا لو قلت الفترة الضوئية عن 8 ساعات خصوصا لو قلت الفترة الضوئية عن 8 ساعات بيبدأ النمو الخضري عندي يحصل له بمشاكل لذلك النصيحة ما تزرعش الطماطم حتى في البيوت المحمية في شهر 12 ما ينفعش استنى شوي وحتى في 11 برضو ما ينفعش استنى شوي ليه؟ يتزرع في 10 يعني حتى ممكن مسموح في الجزء النص الأولى من 11 وتبدأ تزرع بداية من شهر كان بداية من شهر 2 يبقى أنت كده عبقاري أما تزرع من نص 11 الأخير لحد و12 واحد دي النمو الخضري إلا إذا كان عندك تدفئة إلا إذا كان عندك تدفئة تمام؟ وكمان المشكلة عندنا لما بنزرع في البيوت المحمية جماعة بيبقى عندي شوي تعقبات أولا الفترة الضوئية كده كده بيكون في 8 ساعات تمام؟ يعني إحنا لو قلنا الصطوع عندنا الشمس الصطوع الحقيقي يا جماعة سيبك من أن أنا مثلا أنهر شقشة أو ضوء ده الضوء ابتدى بس ابتدى الساعة 7 يا دوب هيكون الإضاءة الكويسة وممكن أول 8 كمان وآخرك الساعة 4 يعني أنا حاسب من 8 إلى 4 ما حسبش أنا بقى من 4 إلى 5 دي أساساً بيكون وقت مغربية وشاعة الشروق ده بره أنا ما حسبهوش تمام؟ إذا انخفضت الفترة الضوئية عن 8 ساعات هنا هتحصل المشكلة القصة في الشتاء مش فترة سطوع الشمس مش 8 ساعات بس لا ده في مشكلة تانية المشكلة هي إيه؟ الأغطية اللي عندي اللي بتحجب الفترة الضوئية كمان لأن أنا عندي غطة في البيوت المحمية أما بلاستيك أو فيبر جلس أو ممكن يكون إزاز أو يمكن يكون البولي كربونايت تمام؟ أو ممكن يكون البولي كربونايت أربع أغطية دول كده كده بيحجزوا ما تقول ليش كده كده بيحجزوا من الإضاءة اللي سقطة تمام؟ طيب مش كده وبس كمان ده في أساساً أثناء 8 ساعات دول أكيد في الشتاء في أيام بيبقى فيها سحب في أيام الشمس ما بتطلعش خالص على كل الدول العربية تمام؟ يعني يمكن مصر صعيد مصر بس الدنيا بتبقى كويسة فيه شوية تمام؟ فانخفاض الفترة الضوئية دي هقصر لي على النمو بتاع السمار وبيخفض محتوى السمار من فيتامين جيم كمان في مشكلة يا جماعة انخفاض درجة الحرارة الشتاء كمان بيمنح حدوث التلقيح بيتلاقي فيه مشاكل بيتلاقي فيه مشاكل في التلقيح الزهرة آه شغال بس فيه مشاكل في التلقيح ليه؟ هيبقى عندي فيه حركة بطيئة جدا حركة بطيئة جدا في انتقال حبوب اللقاح تمام؟ او ان حبوب اللقاح تكون ناشط ليه اتجوا برد كمان؟ يؤدي ديه الى انخفاض نسبة عقد السمار تمام؟ فيش تلقيح كويس يبقى العقد السمار مش هيكون آه كويس تمام؟ فيه مشكلة تامية بتحصل لنا وديا دايما اخوانا بتوع المغرب العربي بيبعثوا هالي وانا منتظرها توصل اليومين دول خد بالك فاول شهر واحد لازم يبعثوا الاصابة دي ثم فاكري ان هي اصابة بس حاجة بيسموها البافينيس او اللي هي الجيوب او المساكن الفارغة تلاقي الطمطمية من بره زي الفل تمام التمام وهتلاقيها من جوة مفرغة خالص تمام؟ هتلاقيها مفرغة مكان البزور هتلاقيه مكان المادة الجيلاتينية هتلاقيها مفرغة خالص طي مش كده وبس لا تلاقي كمان النطج المتبقع النطج المتبقع اللي فيه ناس تقولك ده من نقص البوتاسيام اه في نقص البوتاسيام اه هديني النطج المتلطخ نقص بوتاسيام بس اخد بال حضرتك برضو هتلاقي البرودة العالية بتعملك عدم انتظام في التلوين بتاع الثمار خصوصا في البيوت المحمية وكمان بيخليها الطعم بتاعها ردي جدا طيب الحل ايه مهندس في القصة بتاعتك دية الحل يا شباب ان انا اولا زي ما قلت ما تزرعش التماطن في الجو البرد ده هو تمام اذا كان عندك يعني ممكن تدخل عامل التدفئة ياريت برضو ما يكونش يعني بلاش التقليم الجائر بالنسبة للأوراق خلي الأوراق تدفي وتغطي السمار اللي عندي عشان ما يحصل ليش ظاهرة النطج المطلطق ده هي تبقاش بكتير ويبقى فيه مع ان في بعض الدول وخصوص الدول الخليج بتسوق اساسا اخضر فده ما بيعبناش في حاجة يعني لان انت اساسا بتسوق اخضر او بتسوق تلوين مثلا سبعين في المية والباقي بروحا تتاجر كده كده بيحطه في مكان بيكمل ولكن احنا بتكلم على الاسواق اللي هي الاسواق بتاعتهم بيتحب اللون الاحمر زي دولة مصر مثلا ده بيبقى فيها الكلام ده هو تمام يبقى حاول تغسل الغطاء بتاع البيوت المحمية كويس حمش تمام حتى لو كل وخصوصا من جوه يا ريت تدخل بالبشبور كده وتعمله على الساروخ وتغسل من جوه تحاول تغسل من جوه بخرطوم مياه شديد وخصوصا ومن بره اعتقد ان الامطار اللي مندول الحمد لله بتقوم بالواجب وزيادة عشان الفترة الضوئية ده يتعدي بسلام معلومة مهمة بقولها لك ان في يوم 21 ديسمبر اللي هو 21 ديسمبر بيبدأ النهار يطول معنا بداية ده بيبقى يعني اقصر ليل اطول ليل في السنة واقصر نهار في السنة يوم 21 اتناشر تمام اتناشر طبعا ميلادي ويوم 21 ستة بيبقى اطول نهار في السنة واقصر ليل في السنة تمام طيب نيجي بقى على المربع التاني لما بتعمل الخط المتقاطع ده تلاقي بقى شهر مارس وشهر تسعة يعني تلاتة وتسعة تمام ميلادي بردو هتلاقي في شهر تلاتة وفي شهر تسعة يتساوى عدد ساعة الليل مع عدد ساعة النهار بشكركم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة